السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم في الوحدة الخامسة المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي خمسة إلى اثنين القوة المغناطيسية نستذكر موضوع القوة المغناطيسية الذي أخذناه في الصف العاشر فعندما يتدفق تيار كهربائي في موصل موضوع في مجال مغناطيسي يتأثر الموصل بقوة وهناك شرطان أساسيان لا بد من توفرهما لكي يتأثر الموصل بهذه القوة هما واحد وجود مجال مغناطيسي اثنين تدفق تيار كهربائي في الموصل للموضوع في المجال المغناطيسي ونستطيع عرض ذلك في المختبر من خلال التجربة التالية كما في الشكل التالي حيث نوصل قضيب أولومنيوم بمصدر جهد كهربائي ثم نضع قضيب نحاس حر الحركة على طول قضيب الأولومنيوم ونضع قضيب النحاس أفقيا بين قطبي مغناطيس لتوفير مجال مغناطيسي عمودي على اتجاه التيار الكهربائي المار في القضيبين عند إيصال التيار الكهربائي فإن التيار يسري من الأولومنيوم إلى قضيب النحاس عائدا مرة أخرى إلى قضيب الأولومنيوم ولكن نلاحظ تدحر قضيب النحاس أفقيا على طول القضيبين الداعمين وذلك لأنه دفع بقوة أفقية وتنتج هذه القوة من تنافر المجال المغناطيسي المتولد حول التيار الكهربائي مع المجال المغناطيسي المغناطيس الدائم ويمكننا زيادة هذه القوة بطريقتين هما واحد عن طريق زيادة شدة التيار الكهربائي اثنين باستخدام مغانط ذات مجال مغناطيسي أقوى وتعرف هذه القوة التي يعتمد عليها كل محرك كهربائي باسم تأثير المحرك ويعبر تأثير المحرك عن القوة الكهرو مغناطيسية المؤثرة عندما يكون الموصل الحامل للتيار الكهربائي موضوعا في مجال مغناطيسي ويمكننا عكس اتجاه التيار الكهربائي في قضيب النحاس وذلك عن طريق عكس اقطاب مصدر الجهد الكهربائي وفي هذه الحالة سيتدحرك القضيب باتجاه معاكس لما سبق مما يدل على ان القوة المؤثرة عليه قد عكست ونستطيع ان نلخص ذلك بقولنا ان اتجاه القوة التي يسببها تأثير المحرك ينعكس في حالتين هما واحد عند عكس اتجاه التيار الكهربائي اثنين عند عكس اتجاه المجال المغناطيسي قاعدة اليد اليسرى لفيلمينغ نستخدم قاعدة اليد اليسرى لفيلمينغ لتحديد اتجاه القوة المؤثرة على موصل حامل لتيار كهربائي في مجال مغناطيسي حيث تتواجد لدينا ثلاث كميات فيزيائية متعامدة على بعضها وهي المجال المغناطيسي والتيار الكهربائي والقوة او الحركة ونستطيع تمثيلها عن طريق اصابع اليد الثلاثة بشكل متعامد وهي الابهام والسبابة والوسطى حيث يشير كل من الابهام الى اتجاه القوة او الحركة في حين تشير السبابة الى اتجاه المجال المغناطيسي اما الوسطى فتشير الى اتجاه التيار الكهربائي شرح القوة المغناطيسية نستطيع شرح ما يحدث بفعل القوة المغناطيسية حيث ان المجال المغناطيسي الناشئ من المغناطيس والمجال المغناطيسي الناشئ من حركة الشحنات في الموصل يتحدان او يتفاعلان لتوليد القوة المؤثرة على الموصل فالشكل التالي يتضح المجال المغناطيسي من القطب الشمالي للجنوبي ثم المجال المغناطيسي حول السلك الموصل على شكل حلقات ثم في الشكل النهائي يتحد المجالان مع بعضهما البعض لإيجاد القوة المغناطيسية واتجاهها ولمعرفة اتجاه القوة عند اتحاد المجالات فإن اتجاهها يكون في اتجاه الخطوط المتعاكسة ففي الشكل تكون خطوط المجالان متحدان على اليمين لأنهما في نفس الاتجاه إلى الأسفل أما على اليسار فالمجال المغناطيسي للمغناطيس يكون اتجاهه إلى أسفل والمجال المغناطيسي للموصل اتجاهه إلى الأعلى لذلك يكون اتجاه القوة إلى اليسار ولو عكسنا اتجاه السلك مثلا فتصبح خطوط مجاله معكوسة وعند التقاء خطوط المجال المغناطيسي للمغناطيس مع خطوط المجال المغناطيسي للموصل فإنهما يتحدان في الاتجاه ناحية اليسار ولكنهما يكونان متعاكسان على اليمين فتكون اتجاه القوة لليمين ويسمى انتاج هذه القوة بتأثير المحرك